بسم الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل لبعض الأقارب يذهبون لأداء العمرة ويرجعون إلى بلدهم ولا يقومون بزيارة الأقارب الموجودين في مكة يقول يذهبون إلى العمرة ويرجعون ولا يزورون أقاربهم الموجودين في مكة ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وفي رحلتهم هذه إلى مكة تكون هجرتهم إلى الله ورسوله فقط فهل استدلالهم صحيح؟ لا هذا مضحك المقصود بهجرته إلى الله ورسوله أنه ما يستقر مكة ويترك البلد الهجرة ما يستقر مكة ويترك بلد الهجرة وهذا بالصحابة خاص بالصحابة رضي الله عنه خاص بالصحابة رضي الله أما صلة الأقارب هذه واجبة على المعتمر وغيره إذا كان لك أقارب في مكة يجب عليك أن تزورهم وأن تواصلهم يجب عليك أن تزور أقاربك وأن تصلهم نعم والآن مكة وغيرها كلها ولله الحمد صارت بلاد إسلام كلها صارت بلاد إسلام وأنت لست مهاجرا أيضا أنت مت من المهاجرين هذا خاص بالذين هاجروا من مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد ذلك فلم يبقى هجرة من مكة صارت بلد إسلام إنما بقيت الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لا من مكة نعم ترجمة نانسي قنقر